أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة 3 مايو اليوم الأول رسمياً وفق الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات لبدء الحملات الانتخابية لكل من المرشحين يعني النهاردة بدأ جد الجد مع كل مرشح كيف سيقدم نفسه ويكتسب ثقةه في الأيام القليلة القادمة حملة المشير السيسي دعت النهاردة مجموعة من الإعلاميين في إشارة واضحة لدور الإعلام في تشكيل الرأي العام واللي بدأ أيضاً في كلام المشير حضرنا مجموعة من مقدمي البرامج في مصر هذا اللقاء وكان فيه تركيز واضح من المشير على الشراكة ما بين الإعلام وما بين ما يمكن أن يقوم بالإعلام من دور وطني التركيز كان على فكرة الدور الوطني الذي يمكن أن يقوم به الإعلام الحقيقة إن اللافت أو ما لفت لانتباه في هذا اللقاء أكثر من ملاحظة واسمحوا لي أن أجمل لحضراتكم بعد ما جاء في هذا اللقاء باعتباري كنت من الحاضرين في ممثلة لهذا البرنامج أولاً كان فيه التركيز على فكرة دور الإعلام بشكل عام دوره في التنمية لم يكن فيه تركيز أو طلب لفكرة أن يكون الإعلام يلعب دور داعم لأي من مرشح بعين وأنا هنا بأكد على أن دعا تلبية معظم الذين لبوا هذا اللقاء للإعلام في إطار التواصل مع رئيس مصر القادم أياً كان وإن هذه الدعوة إذا وجهت من أي مرشح آخر أعتقد أن معظم اللي حضروا هذا اللقاء قادرين على أن هم يحضروا لقاءات ممثلة ركزت معظم أسئلة الزملاء على ملفات مستقبلية وملفات لها علاقة برؤية المرشح الرئاسي للإعلام بدأ أن فيه دور أو دور واضح فيه زهن الإعلام أو المرشح الرئاسي المشير السيسي لدور الإعلام فيه التأثير في الرأي العام في كل مكان بدأ فيه رغبة فيه إقناع الموجودين ببعض المنطلقات أو فيه اطلحهم على منطلقات وعلى ملفات بعينها بعضها متعلق بالوضع الحالي وبعضها متعلق بالملفات المستقبلية من الملفات التي توقف عندها المشير السيسي النهاردة ملف الوضع الاقتصادي والاحتياج إلى التنمية ضرورة أن يشارك الجميع بدور ما في هذه المسألة ركز على الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام حتى في تبني بعض المنطلقات الثقافية في المجتمع اللي ممكن تغييرها يؤدي إلى إضافة إلى الدخل القومي كمن بين الأمثلة اللافتة اللي توقف عندها مثلا في موضوع توفير الطاقة أن تحول المواطنين إلى لمض الموفرة للطاقة كافي لتوفير حوالي مليون وحدة ميجا وات أو خمسين ألف عفوا ميجا وات وأن هذا الرقم حقيقي لكن المسألة تحتاج إلى تغيير في الثقافة كان من بين العبارات اللافتة اللي تحدث عنها المشير أنه ليس مدينة لأحد فبالتالي لا توجد جماعات ضغط يمكنها أن تؤثر عليه ده كان في سؤال لأحد الزملاء وهو زملنا شريف عامر عن فكرة وجود جماعات الضغط اللي ممكن أن تلعب دور في التأثير على المشير بعد نجاحي إذا نجح في هذا السباق الرئاسي فقال أنه ليس مدينة لأحد إلا لله أولا ثم للشعب المصري وهم اللي بيحسبوه بدأ في نوع من الوعي الواضح بمشاكل الطبقة الفقيرة وأن هناك اتفاق أو توافق على فكرة أن لأن يتم شيء بالإجبار لكن على الجميع أن يتكاتف بيحدث عن رجال الأعمال وعن الطبقات العليا لأنه إذا لم يتكاتف الجميع من أجل تحسين حال المصريين جميعا فلن يكون لدينا وطن ولن يكون لديهم ما يحفظوا عليه من ثروات وبالتالي ينبغي أن تكون هذه المسائل واضحة في عيون هذه الطبقات أنه عندما يسهموا في التنمية طوعا واختيارا هم بيلعبوا دور وطني وبيحفظوا في نفس الوقت على ما يكسبوه في هذا الوطن توقف المشير عند الخطاب الديني ومسئوليته في الأعوام السابقة في تعميق الفجوة في المجتمع وفي ضرورة أن يكون هذا الخطاب الديني خطاب مسئول توقف عن أن البعض كان يطلق بعض الفتاوى وهو غير مكبل بأي مسئوليات تجاه الوطن ضرب مثلا بذلك ببعض الفتاوى المتطرفة التي كانت تستهدف السياحة في وقت سابق وعندما وصل التيار الإسلامي إلى الحكم ووجد نفسه أمام المسئولية اكتشف أن علي أن يشجع السياحة التي لطالما استهدفها في فتاوى سابقة وهنا بيأتي الفارق بين ضرورة وجود المسئولية الوطنية لدى من يتولى هذه المسألة تحدث عن أن نسيج العلاقة بين المسلم والمسلم والمسلم والوسيحي طالما كان نسيجا واحدا وبالتالي عليه أن يعود ذلك وهذا أمر يتطلب زيادة الوعي ومرة تانية استدعى دور الإعلام في هذه المنطقة تحدث الحقيقة عن ضرورة إحساس الجميع بالمسئولية بما فيهم وسائل الإعلام ضرورة تجاوز الموضوعات التي تثير الخلاف في هذه اللحظة لأنها ليست لحظة طرف قال أن المواطنين العديدين سبقوا بوعيهم ذلك ويشعرون خطورة اللحظة التي نحن فيها لأن استحقاقات التنمية ربما لا تدع مجال لأي خلافات يمكن أنها يبقى فيه وقت تاني فيه متسع من الحديث حولها البعض تحدث عن خصومة بين ثورتين ثورة 30 يونيو وبين ثورة 25 يناير ومش بزيع سر أن هذا كان محل خلاف الحقيقة بين عدد من الإعلاميين الحاضرين اللي بعضهم رأى أن 25 يناير كانت مؤامرة فيما رأاها آخرون أنها هي كانت البداية الحقيقية واللي ثمرتها 30 يونيو واللي ثمرتها حتى كمان ترشح المشير ووجوده في هذه الحملة وبالتالي كان فيه قدر من التعامل الحقيقة اللي بيدل على أن فيه رغبة في استعادة اللحمة الوطنية وعدم الخوض في مثل هذه المسائل لأن أي من الفريقين الهدف الذي يجمع الجميع الآن هو المصلحة الوطنية وليس شيئا آخر فكرة الإعلام كانت أيضا وضوابته كانت أيضا محل أو أخذت جزء كبير من اللقاء اللي استمر حوالي أربع ساعات من الساعة نشر الظهر لغاية الساعة أربعة مساء البعض كان موضوع فيه نوع من المحاورة لكن كان فيه اتفاق والحقيقة أن هذا الرأي جاء من المشير الذي بدأ بالحديث عن ضرورة توفير المعلومات للإعلام حتى يغلق الباب أمام الشائعات وأن حرية الإعلام تبدأ بتوفير المعلومة علي أن أوفر المعلومة قبل أن أحاسب أحد على أداءه الإعلامي كان فيه حديث أيضا على أن فيه سنة حسنة استنها هو بنفسه المشير كمرشح رئاسي وهي التواصل مع الإعلام ودع كل مسؤول في الدولة إلى أن يوجد من وقته ومن الآليات التي توفر التواصل الإعلامي السليم الجميع عليها أن يتواصل مع الإعلام ليوصل الصورة بشكل صحيح ويجيب على أسئلته وزي ما قلت أكتر ممرة بدأ أن فيه إدراك واضح لدور الإعلام الذي يلعبه بدأ فيه دور واضح لأن المصلحة الوطنية هي الأساس مؤكد أن جميع الذين ذهبوا والذين لم يذهبوا هذا هو محركهم سواء كانوا مؤيدين لقرارات أو معارضين لها من الموضوعات التي توقف عندها أيضا المشير عبدالفتاح السيسي في هذا اللقاء دور الذي لعبه من 30 ستة وحتى هذه اللحظة أكد أكتر ممرة بأكتر من صيغة أنه كان وزير الدفاع فقط لم يكن لديه وجهين لم يتدخل في أي خطوات أو في سن أي قوانين التزم تماما بخارطة الطريق التي أعلن عنها في 3 يوليو والتي تجعل أن هناك رئيسا للدولة هو رئيس المحكمة الدستورية العليا الحقيقة هو اتحدث أيضا عن كواليس بعض مدار في الأيام الأخيرة قبل سقوط نظام الإقوان المسلمين يمكن الكواليس ينشر بعضها لكن هو ذكر حتى عبارة كان يستخدمها عندما دعاهم أكثر من مرة لفكرة إعادة الشرعية لأنفسهم بعمل الاستفتاء فكرة توصيل التقارير قال أننا كنا نوصل لهم بأمانة تامة كل التقارير التي تدل على أنه تم تحتقان في الوضع أنه قال لهم أننا جيش مصر الوطني لن نكون تابعين لأحد شدد على أنها مؤسسة وطنية تعمل لأجندة وطنية لم تستشر لم تتآمر لم تتحاور حتى مع أي طرف خارجي في كل ما حدث في 30 يونيو وما تلاها العبارة كان يرددها على مسامع نظام الإقوان والله لا أحاججكم يوم القيامة أمام الله عما كنتم تفعلون وما أمتم مسؤولين عنه هذا في سياق أنه رأى أنهم كانوا بيأخذوا الخلاف السياسي في سكة أنه خلاف للدين وإن أتباحهم سيحولوا الأمر إلى جهاد للحفاظ على العقيدة وهو ما يبدو الحقيقة واضح الآن في سياق خطاب قواعد جماعة الإخوان المسلمين طالب بعدم اصطدام بين طيارات الوطن المختلفة طالب الجميع بالتكاتف راغبين سواء كانوا طبقاته عليا ومستثمرين سواء كانوا ممثلين لطيارات سياسية مختلفة تحدث عن دورة أن يشارك الجميع تحدث عن دورة طيار السلفي في المجتمع المفترض أنه يجب أن يكون لديه وعي أنه عليه أن يمارس معتقداته دون أن يفرضها على الآخرين وأنه لا يوجد أي نية لاستبعاد أي فريق في هذا الوطن لما سؤل المشير السيسي عن أمال المواطنين التي تتناسب ربما مع شعبيته الجرفة في أوسطهم والتي تتوقع منه الكثير وأنه قد لا يملك العصاية السحرية أكد أنه بالفعل يملك عصا سحرية وأن هذه العصا السحرية هي إرادة المصريين إن المصريين إذا اقتنعوا أن الرئيس القادم أيا كان وشخص مخلص ولديه إرادة وأنه ليست لديه أي نية غير النهوض بهذا الوطن فإن إرادتهم كفيلة بتحقيق المستحيل في مدة قياسية ضرب أمثلة بمشاريع كثيرة تحتاج إلى أوقات طويلة لكن سيتم ضغطها ومرة تانية كان المثال هو موضوع الطاقة والمحطات التي سيكون عليها أن تعمل بالطاقة الشمسية في أوقات قياسية مفترض أنها يتم ضغطها لتصل إلى السنة وهي المدة الأقل اللي تم الوصول إليها وإحنا هنا بنتكلم عن محطات طاقة كثيرة أكثر من مرة تكرر أنه ليس مدينة لأحد لا توجد أي جماعات مصالح يمكنها أن تضغط عليه لأنه ليس مدينة لأحد إلا لله سبحانه وتعالى وللشعب المصري الذي ينتظر منه الكثير تحدث عن تواصل بينه وبين الطبقات البسيطة تصل في صورة رسائل ربما من هذه الطبقة تحدث عن أن الجميع مصريين في النهاية وأن أي خلاف ينبغي أن يكون على هذه الأرضية تحدث عن دور المرأة اللي رأى أنها ستلعب الدور الأساسي في المرحلة القادمة باعتبوا أنها قدت أكبر مكان عليها أنها استشعرت المسئولية في وقت قصير وأنها كانت محرك رئيسي لكل ما حدث في مصر في الفترة الماضية وأنه شخصيا بيسق في الدور الذي ستلعبه المرأة في الدور المقبل توقف عند قضية رأاها ضمن أولوياته الأولى وهي أن تسير المرأة آمنة في الشارع المصري ورأى أن ظاهرة التحرش تترجمتها هي الافتقاد للمرؤة التي لا يليق غيابها بالشارع المصري الذي لا طالما اشتهر بها وأن من حق النساء أن يسرن في الشوارع آمنات مطمئنات وأن هذه أولوية أولى بالنسبة له تحدث أيضا عن دور الأمن في المرحلة المقبلة وضرورة التكاتف معه لأنه عليه حمل كبير جدا تحدث عن مسائل متعلقة بالرأي العام الدولي وملفات إقليمية الحقيقة موجودة في الدول المختلفة إن ما حدث في مصر غير في خريطة ما كان موجود في هذا العالم وأثر حتى على السيناريوهات التي كانت موجودة في دول أخرى تحدث عن أن العلاقة مع كل الدول دول العالم هي علاقة على أساس أن الدية طالما ليوجد إضرار بالأمن المصري أو محاولة لفرض أي شيء على الدولة المصرية وإرادتها ده بإجاز شديد بعض ما جاء فيه لقاء امتدى لأكثر من أربع ساعات التقى في المشير عبد الفتاح السيسي بمجبوعة من مقدمي البرامج الرئيسية في التلفزيون المصري وتلفزيونات الفضائية الخاصة والأجاب على أسئلتنا الحقيقة بالساعة الصدر كبيرة وذي كانت ملاحظة الحقيقة اللقاء استمر لوقت طويل يمكن كان أقل لنا ظهورا للتعب عليه هو المشير وهذه ملاحظة قد تكون شكلية لكنها حقيقة كانت جزء من هذا الحوار النهاردة أيضا